اشتركوا في القناة على تحدي جديد مع استضافة مملكة البحرين لسباقي الفورمولا 1 فأبطال البحرين مقبلين الآن على تحدي جديد مع استضافة مملكة البحرين لسباقي الفورمولا وسيبدأ السباق الأول إن شاء الله وهو سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج يوم غد وهذا السباق يؤكد على ما تملكه مملكة البحرين من قدرات على استضافة هذا مثل هذا الحدث العالمي والفعاليات المختلفة رغم الظروف الاستثنائية العالمية في مواجهة فيروس كورونا ونحن نوافقون من مستوى الجاهزية العالية التي يتمدلكها مملكة البحرين والصفوف الأمامية وخصوصاً الطواقم الطبية والتمريضية لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمشاركين في هذا الحدث العالمي السباقان سيوجهان أنظار العالم إلى مملكة البحرين ونجاحتها على جميع الأصعدة وبالأخص في التعامل وكيف تعاملنا مع جائحة الكورونا ونؤكد أن وزارة الصحة قد اكتسبت الكثير من الخبرات على مدى الأشهر الماضية للتعامل مع الجانب الصحي لمثل هذا الحدث العالمي والمميز وأكثر مرونة وأكثر سرعة للتعامل مع جميع الاحتياجات الطبية والصحية التي سوف ترافق هذا الحدث العالمي الطواقم الطبية المشاركة في سباق الفورميلة هي جزء من جهود فريق البحرين لمواجهة الفيروس الكورونا ونؤكد أنه قد تمت اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وجميع التدابير الصحية وكانت موضوعة بناء على بروتوكولات مفصلة وموضوعة وطبقت بأعلى المعايير العالمية لضمان نجاح وتميز هذا الحدث العالمي ونتطلع جميعنا إن شاء الله لتحقيق نجاح آخر في سجل نجاحات مملكة البحرين وباستضافة سباقي الفورميلة إن شاء الله ستكون هناك بصمة أخرى ناجحة في جهود مملكة البحرين وفريق البحرين للتصدي لهذا الفيروس ويجب التأكيد بأن وزارة الصحة مستمرة في إجراء الفحوصات لوصول الحالات بطريقة سريعة سواء كانت من الفحوصات اليومية أو الفحوصات العشوائية حتى نصل إلى الحالات بطريقة مبكرة وفحصها وتعافيها بصورة سريعة